مرة تانية عدنا لنستكمل معكم التبعات السياسية للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا ولما بنتكلم على حرب حرب يعني أنه أنت تبدأ تشوف مخزونك من الطاقة ومن الغذاء ومن كل حاجة ومن المعادن الموقف الآن اللي موجود في روسيا هو موقف صعب يعني أوروبا النهاردة بتقدم مجموعة من العقوبات الكثيرة والكبيرة هل أمام هذه العقوبات الكثيرة والكبيرة الموقف هيبقى عامل إيه؟ بالنسبة مثلا للغاز والطاقة في أوروبا لأنها بتحتاج طبعا وبتأخذ ده من روسيا الموقف هيبقى عامل إزاي؟ الحقيقة أشياء كثيرة جدا هتلاقي فاتورة الحرب بتدفعها الدول يعني حتى لو الدول لم تشارك مع في هذا الغزو أو هذه الهجمة العسكرية ولكن كل الدول في العالم تتأثر وكل دي نحط تحتها خطوط كثيرة جدا لأنه في دايرة من الاقتصاد بتلف في العالم فهتلاقي دولة مثلا بتستورد من دولة أشياء حيتوقف حركة التجارة تتوقف أشياء هتلاقي الأسهم بتاعة البورصة المؤشرات الخاصة بارتفاع سعر النفط والبرميل البترول كل ده أولا الفاتورة نفسها بدأت تعلى منذ الصباح منذ بداية الهجمة العسكرية آخر الأنباء خلينا نقولها لحضراتكم كمان زي ما قلنا تاني رويترز إنه مدينة ماريبول السحلية الأوكرانية بتتعرض لقصف مكثف يعني مزال القصف موجود مسؤول دفاعي أمريكي من رويترز بتقول القوات الروسية تقدمت أكثر وأصبحت أقرب إلى العاصمة الأوكرانية كيف؟ المشهد الحقيقة صباحاً وإحنا بنتابع وإحنا بنشوف حتى الأوكرانيين وهم بيغدروا ما هي مشاهد الحرب على فكرة مشاهد قصية جداً على أي مواطن أي مواطن موجود في أي بلد فأسهل حاجة إنه يحمل كل أمتعته أو يعني القليل من الأمتع ويهرب يشوف سبيل للأمن والأمان كلمة النازحين كلمة بعدها على طول بيبقى وراها كلمة لاجئين وما بين أن تنزح وأن تكون لاجئ إذن أنت تدفع ثمن لهذه الحرب ترجمة نانسي قنقر